اشتركوا في القناة الماضي هي اللي أثرت علينا ولكن الحمد لله الأمور مرت بخير وخصوصا بالنسبة لمنتخبنا الولمبيا يعني بزبط هل نينا ليه وهنتكلم عنه هنتكلم في كل حاجة تخص لمنتخب الولمبيا والمنتخب الأول كمان لأنه ده من ضمن الأحداث البارزة على مدار الأسبوع اللي فاتت اللي فات بالتحديد وأخبار النادي الأهلي اللي أعز أبتدي بيها مع حضرتك يا أستاذ أوسي وإحنا خلاص بقى المتشاط راجع بإذن الله والدوري راجع زي في البداية حلوة الدوري راجع بص كلمة الدوري راجع دي تلعب فرحة تلعب فرحة كده وبهجة يعني داخلين تقريبا هنوصل ملاقم ما يقرم من أربعين يوم خمسين يوم تقريبا طبعا كان مفترض يتوقف الدوري شهر لكن طبعا الأزمة اللي حصلت قبل الدور وبشرة والتأجيرات وبتاع خلت المدة تزيد فبقى فيها نوع كتير جدا من الملل ونوع كتير جدا من الغياب ونوع كتير جدا من الهدوء على الساحل الألمية الدوري بالنسبة لنا ده بالنسبة للفرق هو البهجة هو الفرحة هو الحياة الكويسة حتى يعني يعني من ده ما يتوقف الدوري يتتوقف الحياة تقريبا يعني الحياة الحياة الكروية بالنسبة لنا والحياة الألمية بالنسبة لنا بفكرية القدم متوقفة خلاص ما فيش أحداث وفترة مملة أوز فلما تبقى فيه لعب وفيه مسابقات وفيه ماتشاة بتلاقي احداث وتلاقي اخبار وتلاقي احوالي وتلاقي تلاقي قصص كتير جدا وتلاقي حركة جدا حرك كبير جدا في الحياة. طبعا المنتخبات طبعا كل الدعم لها لكن زي ما قلت لك ان المنتخبات دايما الدعم بيكون ايه في اتجاه واحد دايما موقفين ورا المنتخبات الولومبية مع المنتخب الوطن الاول. ده هدف اساسي لنا كلنا. لكن عندك بقى في الدورة بتبقى انتجاهات مختلفة بقى وتحكمه جماهيره ومدرجاته وقضايا وازمات ده وحشتنا الازمات. موضوع في الحياة ببقى. ربنا بجيب ازمات يعني بس يعني بس يعني بس يعني يعني الاصل بيكون في احداث بتكون فيه في قضايا تقدر تتكلم فيها في حاجات بتتولد في حاجات بتظهر في فرق بتلعب. وحشنا الاهلي. جد. باداءه بكرته الجميلة. يا رب يا ترح يرجع تاني بالشكل ده. ده سؤالي بقى. هل ممكن يرجع. طبعا طبعا اكيد هيرجع. اللي قدر يعمله مثل فايلر قبل ساعتنا نسكن من سولية في ايام قليلة. اكيد خلال الفترة دي هيقدر يعمل ده. بس طبعا طبعا ينقصوا ان عدد كبير جدا من اللعيبة بره اللي هما اللعيبة الدوليين يعني. بجانب لعبة المنتخب الاول. اللي نتمنى ان هما يمكنش نسي الكورة يعني بعد الممتشات اللي عملوها. يعني سهلة يا سيد اوسي ان ان انت دلوقتي بعد فترة توقف كبيرة كده ترجع من نفس المستوى هترجع تدريجة طبعا. تدريج. اه اه. لان طبعا الرجل ده فكري وده اسلوب وده اسطيل بيلعب بيناد الاهل وده طريقة وده قطة. وده شكل وده تاكتك وده تحركات. مفروض لعيت الاهل حفظات. هل نسيوها في الاربعين يوم دولة ولا ما نسويش. طبعا هو في عدد موجود معها وعدد برا يعني. المؤكد ان بعد المتش بكرا ان شاء الله كله هيرجع استعدادنا لمتش الجوناه يوم خمسة وعشرين. وبعد كده عندك المتش المهم بيوم تسعة وعشرين متش النجم الساحلي. طبعا ماتش ده كان بيحتاج مفترض اعداد كبير جدا يعني. لكن هي الظروف جات مع الاهل كده يعني. احنا شوفنا الاهل يعني بدأ اول تلت مبارات في الدوري. في المتش التالت كان وصل لمستوى يعني موبر وجميل جدا يعني. نتمنى ان ده ان شاء الله يرجع سريعا بازن الله. والمؤكد ان ده هيرجع سريعا يعني. ان شاء الله مطمئين واسقين في ان ده ان شاء الله يحصل. وترجع المنافسة قوية في الدوري. لان الدوري هو الاساس بالنسبة لكل المسابقات. هو الاساس للمنتخبات. هو اللي بنختار منه المنتخبات. هو اللي مدينا لعابة المنتخب الولومبي. دولة اللي موجودين حاليا اللي احنا بنلعب بهم. المبهرين والجمال اللي عاجبين الناس كلها يعني. دولة انتاج الدوري المصري. صح. يعني يعني مفهوم احنا مفهوم شوال واحد محترف. صح. مفيش حد محترف. مفيش حد محترف بره خالص من المجموع اللي موجودة عندنا دي. بعكس الفرق التانية عندهم اللي عمين محترفين كتير جدا موجودين في اربا. فكون انك توصل لهذا المشتدد على ان في مواهب كبيرة جدا. الحمد لله. سأل بالك حيطة ان ان كان في حد محترف في السزقوسي دي كانش ايجابي من نزل المنتخب المصر. هقول لك ليه? لان لو كان في حد محترف ومؤسف في فريق بره ما كانش هيجي على بداية البطولة. انا هيجي مع معاد الاجندة الدولية اللي هو العادي اللي هو بتاع متفاقات الكبار يعني فجد في صالحنا في الحياة. يا تخيل واحد زي رمضان صبح ده او مصطفى محبا. محترفين مكش حسافات بهم في اول بطولة يعني هم مؤثرين جدا في الحقيقة. بالتالي عايز اتكلم معك على لعبي المنتخب الاول. اه بتوع النادي الاهل. اللاعب الدوليين. اه. هل ممكن يكونوا تأثروا بشكل او باخر من المشاركات مع المنتخب الاول في المشاركات اللي فاتوا والاداء السيء اللي شفناه. ولا زي حيتم التعامل معهم نفسيا وفنيا. هم طبعا مفترض يعني خلاص رجع المنتخب طبعا طبيعي جدا ان هم غيابهم عن الاهل ما يقرب من شهر. اكيد ده هيأثر عليهم. يعني يعني منفصلين تماما عن الاهل وعن المدربة عن الفكر اللي بيدرب بيه فايلر. وراحوا لجهاز فني تاني بيدرب برؤية تانية بفكر تاني بيلعب بطريقة تانية بشكل مختلف بشكل. فكل ده اكيد طبعا ليه تأثيرات وليه رواس. طبعا محتاج ان يتعمل لهم اعداد بدني واعداد فني واعداد نفسي واعداد ذهني. كل ده محتاج. اه يعني ده مهم جدا يتعمل لهم. لسيما قلنوا المنتخب اللي لعبت المنتخب الاولى جهن بحالة احباط يعني شديدة جدا. وتعرضوا كل اللي لعبت انتقادات شديدة جدا يعني. يعني بلا اساس لم يؤدي اي لعب في المنتخب الوطني. لا اي لعب. لا تتوقع اللعب من الاهلي ولا من ازايك. ولا المحترفين ولا بتاع ما حدش عاجبنا خالص الحقيقة. وشوفنا الشكل الغير لاقل للمنتخب الاولى. فالمؤكد ان الجهاز الفني الفريق الناد الاهلي يعي هذا جيدا ويستطيع ان يتعامل مع هذا بشكل جيد. لكن مؤكد ان كل ده يتحطف بوطاقة واحدة. ويعاد انصهاره من جديد حتى يرجعه تاني للمستوى اللي انهو به اخر مباراة اللي ابوها في الدوري. يعني اللي كانت طبعا مستوى مبهر في الادايا. بخلاف تحدي المباريات. لكن ايضا تحدي التوقيت وضغط المباريات وربعض. فيما يتعلق بمطش الجونة وانت هتسافر له في الجونة. اه. ومطش النجم السحلي اللي هتسافر له بردو. اه بره. لو كان مطش الجونة مثلا في الكاركة الامور هتبقى ابسط نسبيا يعني. فبتشوف العقبة دي ازاي والصعوبة دي ازاي اقدر نادي الاهلي يتعامل معه يعني. اه اعتقد ان الاهلي عنده خبرات كبيرة جدا في الموضوع ده. والناس طلع طبعا من راحة طويلة جدا بالنسبة المعظم اللاعبين يعني بغض نظر عن لقابة المنتقى باللومبي محدش بيعاني من حالة ايكهاد يعني. واعتقد ان هيتم الحل ممكن يسافروا من الجونة على طول. اعتقد يسافر بعد مباراة مباشرة يعني. اه ما يخلصوا المباراة باتوا ليلى ويمشوا تاني يوم على طول من هناك. طبعا مؤكد يعني. وهو طبعا يعني اربعة ايام فارق اعتقد ان وقت كافي يعني. يعني هم تاني يوم هيبقوا في تونس مباشرة يعني انا انتقد. فالامور مش هتبقى فيها صعوبة يعني. انت بتكلم في خمسة وعشرين وتسعة وعشرين. وبعد كده هيرجع وتبقى الامور هتتضبط معهم. انا بتكلم في صعوبة الموضوعين فنيا كمان يا استاذ اوسي. بالتحديد لما بتلعب الجونة في الجونة. موضوع صعب اوي. ملعب وطيارات الهوى وكلام من ده. وبعدين موضوع النجم استحالي في تونس. طبعا. 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 انت بتكلم على الجونة من الفرق الكويسة. الفرق الموضوع اللي فيها العيبة مميزة جدا. وشفنا واحد من اميز لعبتها. اللي هو اكرم. اكرم توفيق طبعا. اكرم نجم الاهل المعار للجونة. ولعب ثبت جدرته وكفاءته بشكل كبير جدا. 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 ما شاء الله يمكن دي واحدة من اهم البطولات بالنسبة لأكرم. واكرم يعني كان حقه يعني مش واخد حقه طوال الفترة اللي عدت يعني. في اشياء ربنا سبحانه في هذه البطولة انه يتم تلميعه فيها ويظهر بشكل كويس جدا. والناس تفرج عليه بشكل. طبعا. هو عامل موسم حلو جدا مع الجونة. وجي مع المنتخب اللي هنبع عشان يقدم بهذا الشكل القوة المميز. بالاضافة احمد ياسر ريان لعب مهاجم قوة مميز وقناص مميز. ومعاروة لعب الاهلي برضو. وعدد كبير جدا من القاتل اهلي طبعا انضموا الى الجونة. يعني يعني فيه فيه لعيبة كويسة وعندها خبرات وعندها قدرات وعندها بتاع. وانت ما بتكون بتلاعب كمان لعيبة من لعبتك. يمكن ده بيديهم دوافع كبيرة جدا ان هم يلعبوا عشان يزموتوا نفسهم ضدك يعني. ويلعبوا بشكل قوي شكل مميز. عندك للمباراة يعني. لانت كونس سهل على الاطلاق. مباراة صعبة. ويمكن زي ما قلت لك دائما انا مش معترب باي حاجة في كورة قدم اسمها مباراة سهلة يعني. يمكن كانت من اسهل مباريات فكورة القدم مباراة الزي ماريك وجونة السنة الماضية في الدورة. كان الزي ماليك بتاعد. اللي هي المباراة ان الهATAat. لبعد الايك. يعني. يعني فرط اللي الجونة كانت شوفه هم يفكك مو ما عندهاش هدف ومعندهاش اي حاجة وخلصة انا. مسلم خلص بالنسبة لا احد يتخيل اي حاجة على الاطلاق. اما بالنسبة للمباراة مهمة ومباراة دوري بالنسبة للمبتاع فالكل متخيل أن زمالك عنده دوافع كبيرة جدا والجونة ما عندهش دوافع خالص في الموضوع لكن فجونة أن الجونة بيعمل مباراة كبيرة جدا كان قبق أو سينة وأدنى من الفوز بالمباراة لو لا أن زمالك أدرك التعود في اللحظة الأخيرة فطبعا فرقة زي الجونة أعتقد أن فرقة قوية وفرقة مميزة طبعا هتكون مباراة مجيدة بالنسبة للأهلي لكن كويس أنها تبقى مباراة قوية بالنسبة للأهلي قبل مباراة النجم الساحلي ده شيء كويس جدا يعني بروفة للأهلي هذا بروفة طبعا بروفة للأهلي أعتقد تكون بروفة كويسة وبروفة جيدة بالنسبة للأهلي أنه يعني يؤكد على إيجابياته لو فيش تلبيات يقدر يعالجها قبل الماتش أولا أنك أنت بتلعب بر أرضك زي ما تلعب مع النجم الساحلي بر أرضك ثانية تلعب فريق قوي ليس أقل يعني مش أقول لك منافس قوي الأهلي بس في مجموع معظمهم كانوا موجودين في النداد يعني لعيبة فرزة أول يعني بالضبط وفي لعيبة منهم الأهلي يستغل عنهم اضطرارا أو أعرهم اضطرارا عشان القيمة وعشان الظروف حاجات كتيرة جدا يعني فنتم توجه الصعبات كتيرة جدا وده مهم جدا أن ده حتكون مباراة فيها بقدر أهميتها في الدوري وحاجة الأهلي للثلاث نقاط والاستمرار في حد النقاط الكاملة كان فريق متصدر للمسابقة بقدر حكته لما سيكون في المباراة النجم الساحلي هيواجه فريق خارج المباراة في رادس ملعب رادس طبعا ملعب مهم جدا وملعب يعني صعب جدا بالنسبة لأي فرقة بتروح فيه نتمنى أن أستاذ القاهرة يرجع ويكون بنفس الصعوبة يعني يكون المرهب زي من أستاذ القاهرة ده كان يسمو مقبرة الفرقة اللي جاي أي فريق كان بييجي أستاذ القاهرة سواء فريق أو منتخب ما كانش بيخرج منه سالما بيخرج منه متعوى طور بجوم باثنين بثلاثة بخمسة مستاذ الرعب مستاذ الرعب يعني ليه لأن الجمهور اللي موجود فيه وقرب الجمهور الأرض الملعب والتشجيع الجماهيري اللي موجود المصري كان بيعمل رعب للفرقة وكان بيبقى داعم كبير جدا ناردك في تصريح لكابتن فريق أو كابتن منتخب كانوب أفريقيا بيقول أننا في أول خمس دقيقة في مورات مصر ما كناش قادرين نقفع رجلنا بسبب الحضور الجماهيري الغفير فشوف أنت في أول خمس دقيقة أو في أول عشر دقيقة بيتأثر إزاي الجمهور بيأثر إزاي خلي بالك لو الباب فتح كمان للجمهور وبشكل منظم برضو وبطرق مؤمنة بشكل أكتر ودخل الجمهور الكرة بشكل قوي أعتقد أنه حيكون عملية الرعب مهمة جدا طبعا وده تشوفه في النادي أهلي والفرق الأخرى يعني بالنسبة للنادي أهلي وبالنسبة للفرق الجمهورية بشكل عام يعني أنت الفرق الجمهورية لو فرغتها من جمهورة خلاص ما بقاش فيه فرق بين فريق الجمهوري وفريق المؤسسة أو فريق المصنع أو فريق الشركة بقت نمر متساوية في المنع أنا إيه اللي بيخلينا تميز وإيه اللي بديني ميزة على الأرض وعلى ملعاب الجمهوري فده مهم جدا فيا رب النقطة دي بعد ما خلاص كنت تستعين به يعني جالوا الرباطة صليبي بعد دي على طول حمدي فتحي غدروف تمام بعد حمدي فتحي اللي بيلعب نفس مركزه أليو ديانج مباراة الاتصالات للأسف جونير أجايف موضوع يعني صعب شوية بتشوف هالإصابات دي ممكن تأثر على النادي الأهلي بشكل أو بخر بص الفرق الكبيرة وده ميزة النادي الأهلي يعني النادي الأهلي عنده بدايل كتيرة جدا في كل المراكز يعني عنده واحد واثنين وتلاتة فإذا غاب الأول دخل التاني غاب التاني دخل التالت ما فيش مشكلة خالص وده اللي بيصنع الفرق بين الفرق الكبيرة وفرق التانية يعني فيه فرق مقرب عندها 11-12-13-14 لاعب اللي هم يعني مستوى واللي بعدين مستوى تاني فإذا أصيب واحد من المستوى الأول ما لقيتلش بديل فبيحصل عندك إيه دروب في الموضوع لكن بالنسبة للنادي الأهلي أو أي فرق كبير جدا بلعب على البطولة وتلاقي روح جيب تالت ما هو عارف إن التالت لي لأن لو واحد أصيب خلاص بقيت أنت بتواجه مباشرة بتقطع بقى من رصيدك المباشر فلازم يكون عندك ده فأعتقد أن ده موجود في النادي أهلي ويمكن تظهر لنا عمار حمدي اللعب في المركز ده مع المنتخب الأولمبي وابدأ وبيلعب في مركز صنع الألعاب وبيلعب في ده وبيلعب في ده ومشاء الله يعني واخد بالك فيعني قبل أبلاء حسنا في هذا الأمر يعني ممكن يكون موجود وعندك موجود وعندك موجود المسمار كبت حسام عشور يعني ما ننساش هذا وعندك أكتر من اللعب في النادي أهلي ممكن هنا أي وقت تم توظيفه في هذا المركز يعني ندي أشوف مركز الأهلي جايب فيه عدد كبير جدا وطب إنه وجاب المديو يانجل إيه تم وعنده حمدي فاسحي وعنده حسام عشور وعنده عمر السري طب هده اتنين حتة واحدة أصيبوا من الموضوع ومش موجودين يعني في الأمر فده الفكرة ده الناس اللي بتشتغل اللي بتلاقي يعني يكون عندها حلول الأزمات مبكرا يعني يعني ما تنتظرش لما تحصل الأزمة وعلي كده تفكر لا إنه متوقع أن يحصل كذا 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 كيبير عندك في أكتر من مركز أكتر من اللعب وده مهم جدا بالنسبة للفرقة كبيرة اللي بتبحث عن البطولات وأعتقد إنه مش هتكون فيه مشكلة كبيرة بالنسبة للأهلي يمكن الكوكتيل بالنسبة للأهلي كبير جدا من اللعب فأعتقد إنه مش هتكون فيه أزمة كبيرة جدا وإن كان وجودهم طبعا إضافة كبيرة جدا تتكلم عن حمد فتحي خلاص بقى واحد من أهم اللعب ليس في الندى أهلي في حالة بالفكرة المصرية فطبعا لما يصاب يعني بيحصل عندك قصور لكن مش هتكون عندك يعني حالة ضعف شديدة جدا لأنك إنت يجب أن يكون عندك بديل على نفس مستوى حمد فتحي أو على الأقل تقترب منه طيب رأيك في خطاب اللي أرسلوا الاتحاد المصر للكرة القدم النهاردة للنادي الأهلي وبيبلغ فيه النادي إن إحنا خلاص خدنا مفقاة الأمنية بشكل نهائي بحضور الجماهير على الملاعب اللي هلعب عليها النادي الأهلي سواء فرقيا أو محليا هلعف السادة السلام بعشر تالف مشجع فرقيا ونعف السادة الكهرب خمس تالف مشجع محليا جميل طبعا يعني ده خطاب من الجهات الأمنية إلى اتحاد الكرة إلى النادي الأهلي مهم جدا إن الأهلي يعود للعب طبعا مهم جدا إن النادي الأهلي يعود للعب على ملاعبه في القاهرة سواء المباراة الأفريقية واختر لها ملعب السلام اللي هلعب عليهم الماتشين اللي جايين عندك الهلال سوداني وبلاتينيوم يعني الهلال سودانيوم ستة وبلاتينيوم تمانية وعشرين وماتشين هاي بساعة يصعب المناسب آه تمام وبعد كده الدور يتلعب على السادة القاهرة وحاشنا السادة القاهرة وحاشنا لعب عليه واحدش النادي الأهلي إنه يكون موجود واحدش الجمهور الكبير اللي يكون موجود عليه طبعا السادة القاهرة هو دائما الأهلي بيطالب باللعب على السادة القاهرة لأنه ده ملعب النادي الأهلي من سنوية طويلة جدا وهي محقق عليه انتصارات وهي محقق عليه انجاجات كبيرة جدا فطبعا خطوة مهمة جدا والخطوة الأهم هو تحديد عدد الجمهور في هذا الخطاب وفي المباريات الأفريقية زيادة العدد كان بقى رأي بالشيء آه طبعا يعني كنا كنت تعمل عشر تلاف مؤكد نبعد كنا بقى 15 يبقى 20 يبقى 30 أي أن كان حسب وحسب المباريات وأهميات وفي الدوري خمس تلاف مهم جدا اللي هو سواء تلت تلاف بالنسبة للفريق صاحب الأرض اللي هو هيكون النادي الأهلي و1500 من جمهور النادي الأهلي ومحددين أنهم يكونوا يعني أعضاء جماعية عمومية إن شاء الله يتيح فرصة أكتر لجمهور أكتر والنادي أهلي بيدفع في هذا الأمر وبيبزل قطرة جهده ووجود المباراة في القاهرة هي يسهل للنادي أهلي أن يسعى لزيادة عدد الجماعية وأنا شايف أن الأمور لابد أن تتجاوز عدد الجماعية العمومية لأنه ليس كل جمهور النادي الأهلي أعضاء في الجماعية عمومية العدد كبير جدا من جمهور النادي الأهلي خارج جماعية عمومية تمنى حضور المباريات يعني تمنى أن تكون في فرصة أكتر لجمهور علشان يحضر الماتشات ويؤذر النادي الأهلي ويؤذر كل فرقة وده كل فرقة مش النادي الأهلي فقط وإذا كانت الأمور محددة ومحسومة طبقا للطريقة التي عملت في تسكارتي وتمت عدد كل حاجة تحت السيطرة وكل حاجة معروفة يعني نقدر نعرف مين قعد فين بكل منتهى الدقة عمل إيه كل ده الكلام محدد ووضع جدا فنقدر نوسع ونقدر نعمل وده ما شفنا موجود فيه سبعين ألف فلستات في الماضي الأخير يعني الأمور الحمد لله بخير يعني هو ماضي أمينة ومشتقرة ومفيش أي مشكلة قادمة بالنسبة لنا فده شيء طيب جدا ومشيء مبشر إلى المرحلة دي إذا لأكيد عندك مش عدد الجمهور يا أستاذ قوسي بعد القرار ده والله أنا شاف يعني اللي احنا شافينه من الجمهور ده حالة انضباطية لغاية دلوقتي يعني ما شفنا في المنشطة منطقة طبعا البعض هيقول لك أصل ده جمهور من طرف واحد يعني ده مش مبرر يعني يعني ما قادر أحط خمس تلاف هنا وحط خمس تلاف في الناحية التانية أقدر أعمل تجربة أن أنا ألعب بجمهور صاحب الأرض فقط لغاية في لسه مشكلة حتى مانشطات الأهل الزمالك يعني عالي يقول في مانشطة الزمالك ومانشطة الأهل اللي هتبعى اللي ملعبهم أرضهم ألعب بجمهور الزمالك أدي عشرة تلاف من جمهور الزمالك فقط لغاية ولما نروح الزمالك يلعب إسماعيل مثلا يبقى عشرة تلاف من جمهور إسماعيل مثلا يعني إلى الان الأمر تزدبط يعني أو لما يروح يلعب الانتاج الحربي أو أي فرأة أي أن كانت هذهdoc Solar beatbox التحدي السكندري. اي الاهلي نفس والاهلي يبقى بجمهوره لما يكون مطش بتاعه. جاء مطش الاهلي والزمالك ده مطش الاهلي يبقى فيه جمهور الاهلي. المطش اللي بعدين مطش زينك فيه جمهور زي. وهنا يبقى فيه منه من تكافل كرس برضو. ما فيش مشكلة خالص بالموضوع. لو الفكرة دي مش بتروق لحد يعني نعمل انقسامين ونقدر نباعد بينهم. تتكلم استاد بيسع على الاقل سبعين ثمانين الف متفرج. لو حطيت مجموعة في اليمين ومجموعة في الشمال وتقدر خمس تلاقي فاعتقد. سيطرة سهلة جدا عليهم يعني. فطبعا يعني خطوة في كل أحوال مهمة. خطوة مهمة جدا وخطوة إيجابية وسعادة بيها ويريد دايما نبنى عليه. لان الخطوة دي اتعاملت مرارا وتكرارا قبل كده. يعني مرتقناش الى درجة في السلم بعدها. نتمنى ان احنا يعني نتطور بعدها. ونضيف. دايما الخطوة دي ونقدهاش ليه. الدرجة الجديدة اللي في السلم. نشعرف دايما بنطلق بنجي عند درجة ونروح وقف فيها. ننخداش ليه. هل ده نتج عن تصرحات بعض المسئولين? وتصرحات استفزازية بتعمل تشعل الأجواء يعني. طبعا كان فيه بعض الأزمات كان كل ما تيجي تعمل ارتقاء تحصل أزمة فيتم ايه? تحصل لك انتكاسة. انتكاسة صح. واخد بالك. وبعض الاحداث والحاجات اللي كانت موجودة في الوسط الرياضة والاستفزازات والحاجات. يعني كان الحالة الفوضى اللي كانت موجودة. والحمد الله انتهت الآن تماما وغير موجودة. وحالة التلوش السمعي واللفز اللي كانت موجودة. كل ده كان بيؤدي إلى يعني حالة من التوتر بالجميع. انت ترى الآن الامور هادئة جدا بين الجميع. الامور مستقرة. فيش أزمات. ومدام فيه قانون وفيه لوحة بتطبق وفيه انضباط بيطبق على الجميع. اعتقد ان الامور هتمشي بشكل جيد. والدولة المصرية قادرة على فعل ذلك. طبعا. طبعا. طيب اذا كان ملف مهم. ان شاء الله نتمنى الامور. في النطاق الإيجابي. في صالح الكرة المصرية. والمنتخبات الانتظار المصرية كلها بإذن الله تعالى. نروح نتكلم بقى على المنتخب الأولمبي المفرحنا. استاذ قوسي في الحقيقة. يعني الناس عاملين بطولة كويسة. في الأول كنا قلقانين. سواء قبل البطولة او مع بداية البطولة من كلها الأول مباراة. لكن انت بتقيم ازاي المنتخب الأولمبي حتى الآن بعد الصعود رسميا لتوكيو. وقبل مباراة الغد مباراة حسيمة وبأمرات بطولة مع كوديفور. منتخب الأولمبي هو منتخب الفرحة. منتخب البهجة. منتخب البسمة. منتخب يعني 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 دين رأوليد تجري السعادة للشعب المصري دلوقتي. بعد الاخفاقات الكبيرة للمنتخب الأولمبي. سابقا ولاحقا. سابقا عندما يعني احباطنا المنتخب فشلوا في حتى المنافسة على كاس أفريقيا اللي كانت مقامة في مصر. في مطلع 2019. وخرج من دور السلطاشر أمام جنوب أفريقيا. بجانب العروض الهزيلة اللي قدمها في الدور الأول قبل ما يواجه في الدور الدور السلطاشر. لاحقا بعد ما قدم المنتخب الوطني الأول عروض هزيلة جدا. وديا ورسميا. وتعادل مع فرق لا وجودة لها الخرطة الكروية الموجودة. فجاء المنتخب الأولمبي يعني زي البلسم. زي النسمة في وقت حر كده. يعني يعني أمل في وقت إحباط في وقت يأس. فقدم عروض قوية وعروض مميزة. شفناها مبهر في الدور الأول. ثلاث ماتشات. يعني أمام فرق عملاقة وفرق عظيمة. مالي. غانا. الكاميرون. ويكسب الثلاثة وبثقة وبقاريحية. جميلة جدا. فطبعا ده كله خلى الناس يرتبط بالمنتخب لهم. بخلى المنتخب يعمل حالة في الشرق المصري. ويتحرك يعني كده. يعني حاجة أسعادتنا الحقيقة جميعا. وحاجة فرحتنا جميعا. فشفنا أداء مميز. شفنا أهم حاجة. شفنا روح قتالية عالية. شفنا إصرار كبير. شفنا عزيمة محترمة. شفنا لعبين صغار رجال. يعني رغم صغر سنهم وقلت خبراتهم. كانوا رجال إلا أنهم لعبوا بروح قتالية. يعني فكرتنا بمنتخبات منتخب الأول في الفين وستة وتمانية وعشرة. لما كان عندنا منتخب يعني نفخر به ورفعها متنة إلى السمائية. فالشباب الصغيرين دولا هما اللي فرحونا. وهم أهم الكورة مصرية. ودون أمل أن رغم حالة الإحباط اللي موجودة. الحقيقة بعد ما شفنا مستور المتخب الأول ما حانش عنده أمل في أي حاجة يا حقيقة. طبعا. يعني حتى الناس بدأت تفكر هنقدر نتأهل ولا لا. يعني يا ربيض. هنوصل لمرحلة أن احنا مع جزر القمر ومع كينيا ومع توجو هنقدر نتأهل ولا لا. وفي فريتين هتأهلوا. ده من موضوع صعبه بصراحة. ده تبقى حاجة سيئة جدا الحقيقة يعني. يعني تبقى حاجة سيئة جدا الكورة المتخبية. ما هما الاتنين ما انت بقى. نكملوا بعض. نكملوا بعض الحقيقة. آآ. أو مقارنة ما بين الاتنين كمان بصراحة. والله أنا ما بعقدش مقارنة. بس بقولك ازاي المنتخب ده. يعني كان آآ آآ لحظة أمل في وسط الإحباط الكبير اللي موجود في كورة المتخبية. طبع الزباب النجاح يا الفريق في مجموعة لعبة مميزة. لعبة موهوبة. مهاريين عندهم رغبات كويسة جدا في ان هم يعملوا حاجة. آآ كابتن شعو غريب برغم انتقادات لطرية اللعب. إلا ان هو لعبة طريقة تناسبهم. وده مهم جدا. جدا جدا جدا. زي كما كان كفر بيلعب زمان بالطريقة. بقولك ان لعبة طريقة دي اللي يتناسب اللعبة المطرين. وبيحق بيها اهداف. كانت الناس بتنتقد. لك في ان الراجل حق كل اهدافه. ايه الطريقة فضعت شكو جريم? لما بيلعب بثلاتة أربعة ثلاتة يعني اه. أدى ب شكل قوة. ادى بشكل مميز. فيها كل ده كل ده موجود. بتدفع بشكل جيد. وبتهجم بشكل جيد. وعندك وسط جيد. المباراة ال 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 اخيرة مع اه ا جنوب افريقا كانت المباراة الاقل بالنسبة لنا. لان انها مباراة مهمة مباراة مفصلية بالنسبة لان ان انت كنت لو انت اه 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 كنت وتخش على الكاس المبارية نهاية. او ان تحطك في خانت اليك زي ما بيقول. او تحطك في موقف ايه. الضغط صعب. الذي لا يقبل القسم على اثنين. لقدر انا لو انت قسرت الموتش ده. خلاص ما قدتش قدامك اي حاجة خالص. بيت اخر حتة في ايدك الموتش اللي جاي اللي انت تلعبه. وكان يبقى قدام غانة. وكان يبقى موتش صعب جدا بالنسبالك. يا اما تكسب غانة وتتأهل للأولمبياد. يا اما تخسر وتبقى قسرت كل حاجة. قسرت البطولة. لكي عند الوقت حققنا الادة في الاسم. فدي كانت ضغوط نفسية موجودة على اللعبة دي. الا انت حراره من الازل الضغوط الحمد لله. بعد ما تأهلوا. اعتقد ان احنا هنشوف منهم اداء قوي واداء مميز واداء جيد يعني. فدي اللي كانت الصعوبة في الموقف. وده اللي اثر على اداءهم بالدرجة كبيرة جدا يعني. فان شاء الله ربنا يكلمون. طبعا حضور الجماهيري. ما دارش ان ينسى حاجة زي كده. انا جاي لك تاني في الموضوع. اه طبعا بالنسبة للحضور الجماهيري طبعا مؤك ان ده بيكون اضافة جبيرة جدا بالنسبة لك. اه زي ما قلت ان شوف لعبة منطقة في جنوب افريقيا. اصابها وحالة من الرعب وحالة من الخوف في البدايات بتاعة المباراة. اه فمهم جدا ان يكون الجمهور موجود. ويكون الجمهور فاهم للعبته. ويقفوا جنبهم في اللحظات الصعبة لما يلاقي الفرقة اداءها. قال لي لما يلاقي الفرقة التانية زادت. فرقة جنوب افريقيا. فرقة فرقة قيلة. مش فرقة قليلة. وعملت ماشي قوي جدا. واعتقد انها تتعب غانة كتير جدا جدا جدا. لان لعبه باداء خطة وتكتيكة عالي جدا. لدرجة ان المعظم الوقت كان عندهم استحواز بالنسبة للمباراة. وكانوا مميزين الحقيقة. يعني وقدروا يوصلوا وشكلوا خطورة. وانت كنت موجود. لكن يحسب للاقابتك استرارها وعزمتها وحرصها على تحقيق الهدف. وصبرها وقدرتها على الحفاظ على شباكها النظيفة. يعني ده مقدرش يعملوا المنتخب مع جنوب افريقيا في الماتش دورة 16. لو تفتكر. انا كنت عايزي سأل فيها. بالنسبة للجمهور يعني. هل فيه اوجه اختلاف بين الجمهور اللي بيحضر مباراة المنتخب المنبي دلوقتي. والجمهور اللي حضر مباراة المنتخب الاول. لا لا خلق. لا فيوش اختلاف صح؟ يبقى ازا اختلاف فين؟ في الناس اللي كانت موجودة في الحياة. في الناس اللي كانت موجودة في الم len하고. في الادارة الأفنية. بالزبق. بس. لان دي حقيقة احنا كنا بنقول دايما ايه يام بطولة منتخب الكبار تقول ايه اصل الجمهور ما بيشجعش اصل الجمهور ما بيعملش لا ما الجمهور هو الناس بس اللي كان عندها روح في الملعب لا هو انت تشعر دلوقتي ان المجموعة المجموعة المنتخب الاول دلوقتي يعني يعني هل عندهم قصور بدني عندهم قصور فني ينقصهم انا مش اتكلم على الانتمية لان كلهم منتبير لمصر ماذا تشكك في هذا الامر يعني ماذا تقول ان فيه لعب بلعب لنا دي اكتر من لعب لمنتخب مصر كم دا مش عندنا احنا كمصريين يعني كلنا بنحب بلدنا اكتر من اي حاجة في الدنيا ودائما منتخب مصر بيقدم على كل الاندية يعني لكن اما وان الامور هكذا فالمنتخب دا محتاج تفوير محتاج تطوير اه تفوير طبعا محتاج غير بالة جديدة جدا يعني وانت عشان يبقى عندك منتخب قوي لازم يكون المنتخب روح الشباب مسيطرة علي دايما المنتخبات اللي بتعمل النتائج كبيرة اللي يكون معدل الاعمار فيها مثلا يعني من 23 الى 26 سنة من 23 الى 26 سنة ما انا بقول لك معهودة هتضربهم كلهم في معدلين في الخلاء يعني هتلاقي 21 و22 و23 وهتلاقي فيه 23 وهتلاقي واحد تلاتة و23 حكاية كده يعني بحيث انك لما تجمع معدل الاعمار يعني هقولك ما يتجوز 27 سنة ما يتجوز ست كل ما اقل من 26 او 27 اعتقد ان دا حيكون افضل ويكون مميز يعني لو بسيط المنتخب فرنسا اللي فاس بكاس العالم هتلاقي معدل الاعمار بتاعه كده هتلاقي معدل الاعمار بتاعه في السن دا دا دليل عنه واعظم بطوات كبيرة جدا حتى الموضوع دا كان معمول عليه دراسات ومعمول عليه القياسات فقالوا ان كل اللي في العشرينات اللي في المرحلة دي هما اللي بيقدروا ليه لان دولا بيبعدهم معدلات جريك كبيرة جدا بيبعدهم معدلات سرعات كبيرة جدا بيعملوا اقصى طاقة في الملعب ونزل فلتح فرنسا ومنتخب فرنسا لما اخذ كاس العالم في 98 كان برضو عنده عناصر كبيرة من الشاب عبرزهم زيدان واللي قدروا بعدها ياخدوا بطولة الامر الربية وكلام منها بالضبط لكن مش هتلاقي منتخب معدل الاعمار في من تلاتين لتلاتة وتلاتين سنة هي قدر ياخد لان مؤكد ان فيه فيه حاجات مش يقدروا يعملوه صح دي ما دي ما فيهاش فصال القلم اثبت هذا يعني طبيعا طبيعا لذلك طبعا المطلوب الكيات حسين بدري ان ينزل بمعدل الاعمار بتاع المنتخب مصد طبعا الخبرات مطلوبة محدش يقدر ينكرها محدش يقدر يبعدها يعني لكن مهم جدا ان يكون العميدة الرئاسية للمنتخب هو من الشباب لعبين صغار يعني طيب هتكلم عن المنتخب الاول بس عايزة اكمل كلامنا على المنتخب الاولمي وبالتحديد بعد ما تأهلنا لتوكيو استاذ قوسي قالك ايه التلاتة بقى اللي حيروح المنتخب من الكبار مين وعدم كل واحد يرشح التلاتة ويجي تنظر اصلي ده افضل ده افضل وكلام من ده النهاردة تصراحات مهمة جدا رمضان الصبحي قالي يا جماعة المفروض ندي الناس اللي عملت الانجاز ده حق اهل اول وانه بعد كما يجي توقيد اختيار التلاتة اللي انضمه للمنتخب الاولمبيا بقى الكابت انشاء الجريب هو اللي اختار يعني رأيك ايه؟ اه طبعا هي المعلومة دي ترامد بعد ما انتخب متاهل مباشرة وهي معلومة كانت معروفة وهي معلومة معروفة لكن عملية فتحها وعملية توقيتها يعني عملية مختلفة تماماً منشل غاية بكرة يحصل لها أيها. وخصوصا أنت عندك عناصر في المنتخب الولمبي أصلا مصابين. يعني أنت مثلا لو رجع لك محمد محمد وكريم ندفت. حتبقى محتاج حد في نص الناعب. الله أعلم كبشة غريبة حتبقى وجيت نظره إيه. لو رجع لك طهر محمد طهر حتبقى محتاج مثلا. يعني تعاملت من قبل. يعني أنت عارف الأول كان مسموح. كانت المنتخبات الأولى في الدول هي اللي بدتوا شارك فيها للعاب الولمبي. فلما شافوا أن ده هيكون منافس لكاس العالم. يبقى كاس العالم تانية مكررة يعني. فجيل فيفا اعترض على هذا الأمر مع الليجان الليجان الليجان. وتم تغيير الأمور بحيث أن يبقى داءة للشباب دون 23 عامة. مع الاستعانة بثلاثة عناصر من الكبار. الثلاثة عناصر من الكبار ده أي ثلاثة عناصر من الكبار. ده أمر متروك لكافة إنشاء غريبة. ورد إن هو ياخدهم. ورد إن هو ما ياخدهمش. ممكن يكونش محتاج حد يكون موجود. ممكن يكون محتاج حد يدعمه. أنا شاف إنه الأفضل إن احنا نغلق هذا ملفه تماما. عشان ما نسببش إحباط للأبت المنتخب الأولمبي. وكمان وهي داخلين للفاينل. يعني نشوف حتى الرسالة وصلت للأيبة. وظهرت في التصريحات الكابتن. اللي هو رمضان صبح يعني. يعني إحنا كلها الدوات يا جماعة. أنت بنفكر في باقي 8 شهور على اللعاب الأولمبي. وعندنا مبرد بكش. حتى لو ما عندهاش مهورة. حتى بعد ما ناخد البطولة. سيب الناس دي تفرح. سيب الناس دي تستمتع. والناس دي حققت الإنجاز. وطبعا برضه عايز أقول. دي مش حاجة سلبية بالنسبة للأبت المنتخب الأولمبي يا جماعة. لا دي هتبقى دعم. يعني ده دعم ليم يعني. يعني. ممكن يكون عندها 3-4 آيبة في مصر. يعني في التوب في الوقت ده. هيكونوا مدعمين. مقبل كده تشارك كابتن أبو تريكا. لو اتكرت في 2018. عبد تريكا وحامد فتح عبد. وكانوا موجودين وكانوا مميزين في دولة اللعب الأولومبية يعني. واعتقد إن اي لاعب يتمنى أن يشارك في دولة اللعب الأولمبية. سواء كبير أو صغير. طبعا. فلما تلاقي ناس من اللي عندنا اللي شاركوا في كاس العالم. كمان يشاركوا في دولة اللعب الأولمبية دي يبقى شاركوا في كل حاجة. يشارك كاس عالم والعب الأولومبية ولعب برة ولعب جوا ولاعب في الدولة حاجات أكيد هتبقى إضافة لأي حد قبل أن تكون إضافة للمتخب الأولمبياء لكن أنا أتمنى أن نغلق هذا ملف نهاية الآن معتقد أن الكابتن شوي غريب كان حكيما عندما قال أنا لا أتحدث في هذا الأمر اطلاقا ومش مسموح أن نتكلم فيه لكن طبعا أنت عارف الإعلام والصحافة والدنيا كلها بيحبوا يسبقوا الأحداث ويحبوا يتكلموا في هذا الأمر طبعا من حاجة أحد يتكلم لكن عاد جدا أهم حاجة أن المدير الفني لم يعلن عن شيء وأن الفريم ركز في أموره والأمور خلاص إن شاء الله تقترب من نحن نتوج شريف كرامي نجمل نادي الأهل المنتخب مصر من ساعتين تقريبا كده كتب تويتا بخصوص هذه القصة يا أستاذ أوسيو قال يا جماعة في الوقت اللي احنا مفروض نحضر إزاي نعد المنتخب ده للأولمبياد وإزاي ندعمه وإزاي نسخر له كل العوامل اللي نساعده على النجاح من التكلم على ثلاثة ننضمه للمنتخب الأولمبي من الكبار فشايف إن الموضوع ده غير منطقي طبعا زي تويتا اللي كان كده اللي اتعرفه يا دمعة بتاعة شريف كرام نا طبعا شريف كابتن شريف من الناس المحترمة جدا والناس اللي دايما أنا شخصيا من المعجب بقراهم عنده عقلانية كبيرة جدا في الكلام دايما آه يعني حد مسقف ومحترم ومهزب وما بيجرحش حد فكون إن يقول الكلام ده طبعا بيصير في نفس التجاه اللي احنا بنتكلم فيه يعني إن طبعا ندعم المنتخب الأولمبي بكل قوة ونترك الأمور حتى آخر لحظة لما يكون فيها أعلان القيمة القرار اللي كابتن شاء الله غريب بالضبط هو اللي أراد أن يأخذ معاه محتاج أن يدعم أنت منت تعرف من مدينة مثلا فجينا أنه فجي إن محمد محمود أصيب وكرم ندفد أصيب وطار محمد طار أصيب ما أنت مش عارف مين اللي هيبقى معاك ومين مش هيبقى معاك يعني واللعابة دي كلها تبقى موجودة في الدورة مع الأندية بتاعتها يعني يا ترى مين اللي هيكون موجود في الوقت دا يا جماعة بعد 6 شهر وحد كان يتقيل إن حمد فتحي اللي الأهلي مؤتمد عليه بشكل كبير جدا واللي بات أساسي واللي مكسب المنتخب المطشين اللي والدين اللي قام له يصاب ويتم يبعاده قال طب حد كان يقول لك حد كان يتوقع أن محمد حمود بعد ما يجيله يخلص الصليبي والعلاج يجيله صليبي تاني قبل ما يلزل مباراة يعني يا جماعة يعني في حاجات كترة جدا يعني نادرش نقول دلوقتي يعني أقول لك دلوقتي طبعا كله بقول لك هيضم محمد صلاح طبعا محمد صلاح ما يلعبش معنا دلوقتي طبعا يعني إحنا عارفين محمد صلاح يكون فين ربنا طبعا يحميه ويشفيه يشفيه ويحميه من كل مرض وكل إصابة يا رب إن شاء الله ويكون في أعلى قمته في المرحلة الجاية لكن دعنا نقفل هذا الملف كابتن أمير ويتم إغلاقه تماما ليس الآن فقط ليس عشان ماتش بوكر بوقت لا خلال المرحلة اللي جاي والمنتخب اللي هم بيتعمل له برنامج أداة قوي جدا لما أنت مطلوب يعمل لك برنامج أداة تخلي بهلك أنا مهم جدا الموضوع ده يعني بس إمتى حيبقى إمتى باستاذ قصير لا لازم هيتعمل حتى على وقال في الأجندة الدولية في الأجندة الدولية اللي هتبقى موجودة هتلعب بس كذلك في التويض ده كابتن حسين البدري هيستعين بعض عناصر المنتخب الأولمبي عشان ده حيبقى عندنا تصفات كثة عالم بس أنا عندي منتخب المهمة دلوقتي أنت داخل على المنتخبين مع بعض يعني ما عندك مشكلة يعني بس عندي يتم عمل بمعسكر أعداد أو مباراة أعداد على أعلى مستوى للمنتخب لأنك هتروح تلعب مع مستوى عالمية خلي بالك أني 3 أو 20 سنة ده تحت 2 سنة ده لعيبة عالمية هتتشوها في البطولة يعني إنت لو خلصت الدوري في المعاد المفروض يكون منطقي منصب شهر خمسة فحيبقى عندك من آخر خمسة مسجل لبداية البطولة يعني قد شهر ونصف لشهرين ممكن تستعد من كلاما يكون عندك شهرين كويسين بس أهم حاجة أن الدور ينتظم أهم حاجة لو ما انتظمش هتلاقي فيه مؤجلات فبالتالي هتفضل دلوقتي ده أقول اللهي أن الدور ينتظم دي أستاذ أمير دي غير مضمونة على الإطلاق في تحايل الكرة المصري للكرة القدم لأن قبل بداية الموسم الأستاذ عمر الجنيني قال قال حاجاته منفزاش مفيش مش هتنزل مرات ونزلت فنتمنى أن ما يكونش فيه تأجيل يعني أنت تعشو أن الدور المصري خلق ليؤجل يتعرضين على كده في الحقيقة للأسف فنتمنى يعني أو وجده ليكون رمز المؤجلات كل الدولات اللي في العالم أوعظم الدولات على الأقل اللي احنا بتشوفها وبانتبعها نادرة ما تلاقي أن فيه مباراة مؤجلة نتمنى أن احنا يعني يكونوا استفادوا من الخطأ اللي حصل ده قبل التوقف وما يتمش توقف الدور يعني يحسن الدور ينتهي في موعده وتترك فرصة للمنتخب اللي لهم بداية عشان يستعد بشكل قوي وشكل كويس شكل مميز وتكونوا حضروا من الآن أجندة يعني ابدأ من دلوقتي قبلها بخمسة شهور بتحضر لي أن هو عيل عماتش كذا وكذا وكذا الناس بتعمل كده بتدفي عن المواطشات قبلها بسنة يعني فمهم جدا أن دا يحصل خلال المرحلة اللي جاه إن شاء الله النهار دا وزير الشباب الرياضة الدكتور أشرف صبحي اكتمع مع الجهاز الفني واللاعبين وكمان الأستاذ عمر الجنيلي رئيس اللجنة الخماسية وكان اكتباع مهم جدا مشدد على أن التطويق بالبطولة دا حيكم للفرحة عند الشعب المصري دا كلام طوع مع اللاعبين قال أنه هو فخور بيوم جدا من مستوى المنتخب حقا وحد دلوقتي وقال إحنا مستنين منهم المزيد من الجهد وعندنا سيكتبين جدا أن القيادة السياسية والجماهير المصرية تقف خلف منتخبنا الأولمبي طبعا كلام مهم جدا من معالي الوزير دكتور أشرف صبحي ويمكن نفس اللقاء دا كان معهم قبل المتش بتاع جنوب أفريقيا وخدهم ورح أكلهم كبدة فانتصروا ترح أكلهم كبدة تاني النهار دا يعني أجد تلاقي الوزير عمل لهم أو حضر معهم أي عشاء أو غداء يعني فمهم جدا أن يكون طبعا أن الناس تحس أن الدولة كلها وقفة وراهم والوزير بيمثل الدولة في هذه النقطة انتحاد الكرة وقف وراهم دا شيء مهم وكلام مهم جدا ودايما أنت بطولة بتتلاقب على قردك وسط جمهورك وعلى ملعبك طبعا يعني لو ما كسبتش بطولة دي مهم جدا أنك تكسبها لازم تكسبها يعني مع أي فرعية كان لهذا الفرن أنت بتواجه يعني وأنا شاف أن فريق كودفوار فريق غانا اللي طلع الأقصاء أنا شاف أن غانا كانت أعلى يعني طبعا الكل من قبل بطولة بيقولنا أن كودفوار أعلى ومميزة وجمدة وكل حاجات جميلة لكن الماتش الأخير اللي احنا شفناه أن فرقة غانا فرقة قوية جدا وفرقة مميزة وأتوقع أن هي اللي هتنال البطاقة الثالثة دي التويتر بتاع تشريف إكرامي يا أستاذ أوسي بيقول لم نتساءل عن خارطة الإعداد القوي أو كيف سيطور اللعبين وجاذب فني أنفسهم للأمبياد أو هل سيساعد الدور المصري اللعبين على الظهور بشكل مشرف في توكيو بل أول سؤال تم طرحه الرأي العام من هو السلاسي الكبير الذي سيستحق الانضمام كأننا اعتدنا السطحية واحترفنا الجدل وأدمنا الاختلاف والله الرجل الكاتب خلاصة بصراحة يعني كلام مهم جدا طبعا كلام مهم جدا من نجم كبير وكلمنا فيه طبعا فمهم جدا طبعا يعني الوشريف يقصد أننا لازم نحتمل المتخم الأولومبي بشكل كبير جدا طبعا تجاوز مرحلة المباراة بتاعت بكرة أنه بعد كان نفكر في أداد ده هيلعب إزاي وسط العمالقة العالم اللي موجودين خلو بك الألعاب الأنبياء دي أعلى محفى الرياضي موجود في الكون طبعا يعني دي أعلى حاجة المستوى الرياضي على العالم الحاجة الوحيدة اللي فيها أنه كرة القدم يعني كاس العالم علشان ما يتبوزوش كاس العالم فخلوه أن الشباب دونها 23 عام والشباب دونها 23 عام من دولها وبيبقى فيها كمان أمر يعني هتلاقي ميسي مع منتخب الأرجنتين هتلاقي النيمار مع منتخب البرازيين شور الحاجات دا هتلاقيها موجودة يعني هتلاقي فيها نجوم كبار غير اللعيبة من باب فرنسا هتلاقيه موجود هو كده كده هو في منتخب اللي كده كده موجود يعني فأنت بتكلم عنها واحد من أعظم العالم في العالم ممكن لو البرتغال موجود ممكن تلاقي كريسنان رونالدو مثلا فمهم جدا أننا نفكر في التجهيز لمواجهة الناس دي وعشان نلعبه وعشان نعمل أدابات كابتن شاوي قال أننا لو أنا تم دعمي بشكل كبير جدا وتم تنفيذ البرنامج اللي أنا طالله حاضر يا جميل طبعا دا كلام مهم جدا وده حلم كبير جدا وليس بعيدا لأن ياما نيجيريا قبل كده فاجت غانا قبل كده فاجت مهم جدا أننا إن شاء الله نكون موجودين في المرة الاثناشر ودي خلي بالك أننا أول مرة كنا في العام المبيكة 1920 صح الآن ندخل بالأمبياء نحتفل بمقويتنا في الألعاب الأمبياء في كرة القدم عشرين 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 يعني بقولك من ألف سمائة وعشرين إلى عشرين عشرين عملنا أفضل حاجتين فيهم في سنة تمانية وعشرين في مستر دام وسنة أربعة وستين أعظم إنجاز عملناها وآخر إنجاز عملناها كان مركز الرابع وكان في توكيو والآن ذاهبون إلى توكيو وتوكيو دايما واليابان فالخير على الكرة المصرية مع النادي الأهلي ومحقنا فيها المدالية البرونزية وكل ما كانت في لبان كل ما الأهلي كان بيزعب إليها أكتر من مرة يعني فإن شاء الله تتفاعل خير ونتفاعل لكل البعثة الرياضية المصرية ليس في كرة القدم في حزر لأننا طبعا تلقينا صدمة عنيفة جدا بعد صدمة رفا الأسقال دول أول ناس أول مديلات كنا شايفاها معا لا صح توا رفا الأسقال عاملين حسابها لأن طارت رفا الأسقال كلها في مصر ولم يعد حتى لدينا اللي عمد رفا الأسقال مصر عظيمة الأسقال في أفريقيا والعالم العربي والعالم الآن ليس لها يعني يمكن محمد إيهابي يشارك تحت العالم الأولمبي وده لو حصل على مديلية وإن شاء الله يحطى مديلية لكن لن تحسب هذه المديلية لمصر ده إذا نتحقق مديليات يعني فنتمنى أن كل يعني يكون على مستوى المسؤولية وننحق مديليات كبيرة جدا إن شاء الله أغتب معك بالمنتخب بقى الأول ويعني للأسف لا بلاش يا مير بس لازم ننقش الكصة دي لأن كنا نقوم بقى الأحب منتخب الأول مزع على الناس الحقيقي على مدار الأسبوع والعشر تيام اللي فاتوا من كده الموجهتين كينيا والجزر الكوم الرأيك إيه في الأداء والنتائج السلبية دي ده طعا بص ملخص اللي حصل إن المتشات كلها المتخب الأول لم تكن على المستوى المطلوب كل المتشات شارت على ريتم واحد يعني كنا متخيلين إن الأداء المنتخب في المباراة الودية وهو بيلعب مع بيتسوانا وبيلعب على إيبريا قلنا دي ماتشات ودية والولاد مش مركزين وجهز الفن بيجرب حاجات وبتاع فحنشوف شكل مختلف في المباراة الرسمية معليش هرجع على المنتخب الأولمبي المنتخب الأولمبي برضو لها ماتشين مع جنوب أفريقيا قبل البطورة وأنا كنت بقول لك أنا ألآم المنتخب ألآم من الظهور اللي احنا ظهرنا به لكن شوف جمه وفي المباراة الرسمية شوفنا شكل مختلف وشكل مغير الروح ساعات بتعوض بعض الجالب الفنية لا يعني شوفنا الدنيا الدنيا اختلفت لعما تحطيت في موقع المسؤولية بقيت راجل وشلت لكن دولا استمر لنفس الرتم بنفس الشكل بل أسوأ لما تلعب مع منتخب زي منتخب كينيا يعني أكثر ما فعله إنه هو تقاهل ست مرات لنهايات الأمم الأفريقية أنت فايز بالبطورة دي سبع مرات رقم قياس ريكو بالنسبة لك يعني يعني هو تقاهل ست مرات أنت فايز بالبطورة سبع مرات يعني غير الفينالات اللي انت وصلت لها والسمافينالات حاجات باشعة جدا انت عاملها في البطولة يعني ولك تاريخ هو الأعظم على مستوى القارة الأفريقية أنت أأتي أمام منتخب كينيا وتظهر بهذا الشكل وهذا المستوى ولاعب ياخد كلها من نص الملعب يوصل بها لغاية الجون عندك ويقترق ديلك لك أنه ميسي بتلعمه فكانت حاجة كارسية على فكرة المشهد تقريبا تكرر بشكل أقل شوية في مواتش الجزر القام فعلا حصل ويتصدى أن يكون ناجم المباراتين محمد شناوي ينقذك من العزيمة في القائرة على أرضك من كينيا طبعا كان حاجة محزينة الأسباب إيه اللي خليتنا كده أستاذ أوسيا لما أسباب ما هو أنها ما فيش روح قتالية ما فيش رجولة في الأداءة ما فيش إصرار ما فيش عزيمة ما فيش لعبة مميزة مؤكد الإدارة الفنية لها دور يعني أنا مش عارف المدرب لكن أنا في كل الأحوال ما كانش فيه احتجاج قوي قبل ما تشن دول إحنا لعبنا ليبريا وفتسوانا إنت عايز للجزر القمر عايز لقى احتجاج قوي أي احتجاج لا لا يعني فرقة جزر القمر دي يعني ما احترامي ليه دي هزي لم تتأهل إنها تقومها أفريقيا على الإطلاق أنا بقول لك دي تأهلت ستة جزر القمر لو ما تأهلت ده يعني أنا مش عايز أقول لي إحنا بعتنا لها أي فرقة من الدور المصر اللي هتعمل نتيجة أفضل من كده يا لأ يعني دي لا تقول لي فيها إعداد ولا تقول لي فيها تدريب ولا تقول لي مدرب ولا جايز أنا مع احترامي طبعا للآراء يعني لكن ما تقول لي جزر القمر تعادل مع منتخب مصر يعني أنا أعتقد حاجة يعني غريبة جدا يعني ما ينفعش يا يعني زي مثلا ما تقول لي مثلا البرازيل تتعدل مع الصمان طبع يا الصمان بتلعب كرة عدها كرة يعني ما منتهلش أصل لكن فيه موضش جمعة بين البرازيل والصمان وتعدلوا مع بعض هتقول لي مثلا يعني هي نفس المستوي يعني أنت مكلم في دولة يعني جزر القمر ما احترامنا وتقدرنا الشديد لها يعني اعتعدادها تمنوية ألف نسمة يعني وليس لها وجود في كرة القدم لا بتتواجد في بطولات الكاف ولا في الكونفدرالية ولا في دور الأبطال ولا يعني دخل في التصفيات معاك من ضمن الاثنين وخمسين دولة اللي داخلين يعني كان يعني فإنك أنت تروح وتتعادل وبرضو كان ممكن تكسبك وإن الشناء وينقص جون وإنك يعني يخش ويلعب جارة من طريقة الجهازات بتاعدك ده أنت مش موجود يا أستاذ مطلوب من جهاز الفني دي حاجة كارسية ده بص ده حاجة كارسية هتحمل سلطة اللاعبين هتحمل سلطة الجهاز الفني طبعا يا مطلوب الجهاز الفني جهاز الفني قدامه دلوقتي لغاية أغسطس على ما ييجي مطلوب أن يعيب ترتيب أوراق ويقدمناها لشكل جديد بشكل مختلف للقرى المطرية والمنتخبات ويختار لعيبة على مستوى المطلوبية عندنا تجمعين يعني ده شهر مارس وبعده تجمع آخر شهر مارس ده حيث يتصفكس على المجد إزاي يتعامل الجهاز الفني إزاي يفكر تفكيره يبقى إزاي خلال الفترة اللي جيد لا مؤكد أن كافة من حسن البدرة هيقى ترتيب أوراقه ودي قدامه وقت طويل جدا يعني مبدأيا قدامنا لغاية مارس قبل كافة الأفريقية أعتقد أنه هيقيت ترتيب أوراقه كبير جدا وعنده أوراق مهمة جدا هيستعامل بها يعني أنا متأكد أنه هيتم تفوير عدد كبير جدا من اللعبة اللي موجودة دلوقتي في المنتخب ويلعب بشكل وطرق مختلفة أعتقد أن الأمور ما انتهتش يا أستاذ أوسي بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا ربنا أخليك أمير أنا بشكرك حبيب أمير ربنا أخليك وأكيد نتمنى كل التوفيق المنتخب المنبي بكرة بإذن الله نتمنى كل التوفيق المنتخب الأول نتمنى كل التوفيق لنادي الأهلي في التحديات المعبولة دا تم يوم الاتنين اللي جاي دي كانت حلقتنا من كلامه في الميديا النهاردة حلقة نهاية الأسبوع انتظرونا في الأسبوع جديد من نفس البرنامجي يوم السبت هيكون حلقة غاية في الأهمية وضيف مهمة جدا بإذن الله حيكون في خلال هذه الحلقة إن شاء الله يوم السبت القادم وذلك janina من كلام في ميديا ستنون. إلى اللقاء.